تابقا تظهروا بيدها الله يوفقنا و إياكم للطاعة يحييكم جميعا الله يحييكم جميعا الحقيقة ودنا اليوم نتكلم عن موضوع كل المواضيع اللي تكلمنا بها و الله بإذن الله تعالى نمهمها لأنها هو شيء يعني نعتقد و نجزم إن شاء الله نترضي الله تعالى أول شيء ثم على سنة النبي ثم الناس في حاجها لها و إذا الحين مدى بني أنا و أخوياي قمنا نذكر الذكريات و قمنا نتسامح و قمنا نقول سامح و و عفو و كلنا و الله أنا في و الله يقول أبو علي علمتنا الحرارة و الأطيبة و الله أني أول ما جئت لبرنامج هذا سنزعل مني مردلة سنزعل مني العداد سنزعل مني مدير حتى القناة المدير العداد شخصيا ثم بعض أخوياي ليه يمكن أن في حرارة زيادة على البرنامج و لكنهم بعدين يمعرفون الحرارة ذي ما هي شخصية أبغل عمليه نجح بس تالي ذا الحين يقولوا والله حرارتك حلوة يا أبو عبدالله لأن البرنامج اللي تجي فيه ترى مثل القالة حتى البرنامج اللي تجي فيه وتظهر عند الرجال و تكونك يجمل البرنامج لأنه محسوب عليك يا رجال و أنتو والله أنكم يجملين كلكم فمدامنا كلبونا الآن يعني اعترفنا أننا مقصرين و أننا مخطئون و أن الكمال لله تعالى جل وعلا و أيضا أعترفنا أن كلبونا نحن في هذا المجلس و في هذا القناة في حاجة العفو من رب العالمي و أنه بعدين في الترى و يحكوا لنا و نقول اللهم أنك كريم عفو و أنت حب العفو و عفو عنا اللهم أنك كريم عفو و أنت حب العفو و عفو عنا اللهم أنك كريم عفو و أنت حب العفو و عفو عنا مدامنا بنطلب العفو و من رب العفو جل وعلا فيجب أن نبدأ بأنفسنا فنحن نقول حتى أنتو يا أخوان نخل بالشاشات الآن نحن على قدوم شهرا كريم شهرا فضيل شهرا شرعه الله لنا رحمة بنا لكي نتزود من حسنات يقفل عنا أبواب النيران ويفتحنا جل وعلا أبواب الجنان ويربط عنا الشياطين ومرضة الشياطين ويسخرنا لطاعتها ويجزل لنا العطاء ويجزل لنا الثواب وكل يوم في رمضان له اعتقاء من النار بدون عدد وفي آخر ليلة من رمضان كما ثبت في الحديث يعتق مثل ما عتك في رمضان كله هذا لأن الله تعالى يحب عباده ورحيما بعباده وعفوهم بعباده وكريما على عباده وإنه جل وعلا ما خلقنا لكي يعدبنا بل لكي يرحمنا ودلنا الطريق وهدانا النجدين وقال هذا طريق الجنة وهذا طريق الفلاح وهذا طريق العفو وهذا طريق النجاح في الدنيا والآخرى وحذرنا من طريق الهلاك وأرسل لنا الأنبياء والرسل حتى أرسل خاتمهم صلى الله عليه وسلم الذي نشهد الله أن نبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الأمة وكشف الله به الغمة وأخرجنا بفضل الله تعالى من الظلمات إلى النور هذه كلها فضل من الله تعالى مدامنا نقبلين على رمضان أكيد لكم استعديته كلكم اللي قضى واللي رتب بيته عشان يتفضل عباده واللي قرب مصاحفه واللي قرب كرسيه وحجز مكانه في المسجد واللي حط رأيض المصلة في بيته وكلمت عيالكم وأهلكم واستعد الرمضان في هذا الشهر اللي اعتبر عيد السنة عندنا يرمسلمين هذا الشهر اللي فيه ليلة يا أخواني خير من ألف شهر ليلة واحدة بس فنبغى نستعد أيضا بحاجة أخرى مثل ما استعدين ظاهريا نبغى نستعد داخليا ومن أجل الأعمال أخواني هي العفو عن الناس والله ما دامك مع هذا البشر وما دامك عايش في هذه الحياة فلن تكون أنت معصوب من الخطأ ولن تسلم من خطأ الناس لأننا بشر يا أخواني الحمد لله أننا بشر نخطي ونصيب نحن مانا بكاملين يا أخواني فربك عز وجل يقول في كتابه يعني من ضمن الذين يثنى عليهم ويذكرون والعافين عن الناس والله كبيرا وأيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه اللي تعرفونه كلهم يقول ما زاد الله عبدا بالعفو إلا عزة والله ما نعرف أي واحد يا أخواني سواء في قضايا كبيرة ولا صغيرة عفا عن الناس وعفا عن من أسأ إليه وعفا عن من أقطع عليه إلا ازداد عزا في حياته وقبولا عند الناس وسمعته طيبة وكل يدعي له وتلقى الناس منه قال يا أخي نرتح الرجل أن أحبه في الله ليه؟ لأنه يعفي أخواني وإيضا حديث سعد اللي تعرفونه كلكم عندما الحقه بن عمر وقال للرسول السلام ثلاث مرات تدخل علينا يقول من الجنة من الجنة قال والله ما علم عمل إلا أني أنا ما في قلبي على الناس شيء أخواني كلنا ترى نزعل كلنا نضيق اللي في حساس يزعل ونضيق يجينا خطأ يجينا كلام يجينا سوء ظن يجينا اعتداءات يجينا خطأ على حقوقنا على أموالنا على أراضينا لكن يا أخواني إذا جمعنا الدنيا هذه كلها بأملاكها وبالبشرها وبعليها ثم وزناها مع ما أعد الله تعالى اللي عافينا عن الناس وما أعد الله تعالى الذين يدمحون ويسامحون وجدنا أنها ما تسوى شيء أصلا الدنيا كلها ما تسوى شيء يا أخواني الدنيا لو تسوى عند الله كناح بعوضة ما أعطى الكفار يقفرونه يقولون الله مهم موجود إيش رأيكم في ناس الآن يقولون الله غير موجود ما في إحنا خلقنا من الطبيعة وخلقنا من القروض والله ما زال يرزقوا ويمدهم بالخيرات وديارهم الآن ديار الكفار تلقونا أنتم بالحدايق والأنهار والأنعام والعماير والتقدم والحضارة الله تعالى يرحمه لأننا عارف أن الدنيا ما تسوى شيء فكيف أنت يا من عرفت القرآن وعرفت السنة يا أخواني ولنا في الحبيب من صلى الله عليه وسلم قد وتنحسن يا أخواني رمضان قادم خلوا محمد صلى الله عليه وسلم هو قد ودكم الأول اتهاموه بالسحر وبالجنوب حاشا لله وبالشعر ورجموه وحذفه في الطائف وكسحه وأدموريه ورمو سل الجزول على ظهره ولا خلوا عنه وحاولوا وخططوا عليه بغى يكتلونه ونايم وحاربوا أصحابه وامتحنوه في أهله وامتحنوه في ماله ولا خلوا عنه وحرشوا القبائل عليه وحرشوا العرب عليه وراح هاجر عنهم في المدينة ولحقوه وليموا القبائل عليه وحرشوا وتحالفهم عليه وطده ما خلوا عنه صلى الله عليه وسلم من الدرب الشيء انا حاجة بس الله موجود الله موجود يوم دخل في فتح مكة وهو معها علافا المسلمين بيسيوفهم تلمع وتبرق وجاء وهم ضعفاء مدلنقين وش قالهم صلى الله عليه وسلم وقال اطرع أفلال أنت اللي سويت اطرع أفلال تعالي فلال و الله ناخذ حقي ما فيه شيء نحن بناخذ حقوق ولا فيه شيء تعالي فلال و الله ما تطرق لا ما قال صلى الله عليه وسلم فقال عفى عنهم كل بهم خالوا ذهبوا أنتم الطلقة وتركهم صلى الله عليه وسلم بالعكس بل بعضهم قال من دخل بيت أبو سفيان فهو آمن أكثر الناس اللي حربه ثم عفى عنهم ثم تودد إليهم صلى الله عليه وسلم ثم فتحت الأبواب للمسلمين لأنه دين الرحمة فتح الله لي أخواني فهذا قد ولكم صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده كم من القصص يا أخواني والتابعين وهل العلم وهل الفضل إليه ومن هذا فأنا باسمي وباسم كل المتواجدين معي في بيت الحكمة وكل المتواجدين معي في البرنامج من أعضاء ولا ندعوكم إلى فتح صفحة جديدة الآن مع هذا الشعر الفضيل صفحة وشنهي من الآن من الآن ما يعلمك الله سبحانه وتعالى ارفع نظرك لربك وقول اللهم أني عافيت عن كل من ظلمني أو أسائلي أو أخذ حقي اعفعنا وتجاوز ترها ما تضيع تلقىها ودايع تلحيل البنوك ما فيها ودايع تحطونها لمن محتاجها روحة لها هنتوا برضه في حاجة تحطون ودايع عند ربك وخلوها ودايع لجاء يوم القيامة شرعت الموازين وقامت موازينين تخف موازينين تذقل هم لي ودايعك عند ربي وخبائك عند ربي ما أكثرها أنك عذيت عن فلان وسمحت فلان وتجاوزت عن فلان فأرجوكم لننطلق بهذه المبادرة من هذا اليوم وهي مبادرة العفو عن الناس اعفع جميع من أسائلك اترك الناس اتركوا الدنيا وما فيها وتاجر وتعامل وسموا بنفسك مع ملك الملوك كلا وعلا هذا الموضوع يريد أن نتكلم به ودي نبدأ بظيفنا أحمد لنطولنا عليه يشاركنا وأيضا أخبرنا عنده قصيد جميل في هذا المجال يعطينا منه فتفضل يا أبو عبد الله الله يحفظ